من عمان تنظم إلينا سيدة أمال حددين المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية سيدة أمال بداية دعينا نتعرف على أكثر الأخطار التي يمكن أن يواجهها القصر سواء كانوا ذكورا أو إناثا من عملية الزواج المبكر نعم أهلا فيك ستي وشكرا لإهتمامكم لطرح هذا الموضوع خصوصا بزي ما تفضلته أن دول العالم تحتفل في هذه الفترة من 25 الشهر الماضي حتى السادس من هذا الشهر في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة نحن في الأردن كان في العام الماضي كنا نركز على موضوع زواج القصر لأنه كل عام نأخذ لهذه الحملة عنوانا رئيسيا نعم زواج القصر له مخاطر زي ما تفضلته زي ما تفضل المتحدثين معكم هو له آثار صحية نعم معدل وفيات الأمهات من المؤكد أنه بيرتفع كلما في السن الصغير بالإضافة إلى موضوع أنه حرمان الإنسان أو الفتاة أو الشب اللي بيزوج في سن دون 18 سنة حرمانه من فرص التعليم ونحن نعلم أنه فرصة كل ما زادت فرصته في التعليم بتعزز وتحمي حقوقه في أنه يحظى بفرص عمل أكثر سينا أمال الزواج المبكر تفضلي في التقرير تحدث عن وجود استثناءات البعض كان ضد أن يكون هناك استثناءات لزواج القصر ما هي هذه الاستثناءات التي تسمح بزواج طفلة لديها 12 عاما أو 13 عاما نعم في موضوع تحديد هذا السن كل دولة حددت الحد الأدنى لهذا الزواج مثلا في الأردن كان الحد الأدنى لهذا الزواج 15 عاما حتى 18 يعني في هذه الفترة من 15 إلى 18 عاما فهذا القانون في الأردن عنا تم تعديله كان في السابق لدينا منذ عام 2001 كان السن القانوني للزواج هو 15 سنة لكن تم تعديله في عام 2001 وأصبح السن القانوني هو 18 سنة لكن زي ما تفضلته هناك استثناءات على هذا السن في ظروف معينة يعني يرى بعض المؤيدي هذا الاتجاه في أنه يحقق مصلحة فضلة للطفل في حين أنه لن يحقق مصلحة فضلة هو الطفل يخرج من أزمة مثلا في بعض دول يعني يختلف أسباب الزواج المبكر في دول تعاني من الفقر مثلا قد يعمد رب الأسرة إلى تزويج الفتاة في سن مبكر وهذا الزواج بذهنه أنه عم ينقذها أو يرتاح من أعباء المالية اللي بتترتب على الأسرة فيرتاح منها وبيزوجها هذا الزواج نحن بنعرف أنه تابعاته وتأثيره على هذه الطفلة إذن أهل الفقر ناحية ثانية النزاعات المسلحة ونحن نلاحظ أنه هذا الموضوع نزاعات المسلحة والحروب منتشرة في كثير من مناطق الدول العربية بيؤدي إلى النزوح النزوح بيؤدي إلى أنه أرباب الأسر بيحاولوا يحموا فتياتهم بفكروا أنه يظنوا أنه من خلال تزويجهم لهذه الضحايا لهذه الضحايا للطفلات لهؤلاء القصر سيدة أمال قانونيا أنه يرتاحوا من العبء المال اللي عليهم قانونيا سيدة أمال كيف تنظرون للشخص البالغ الذي يرغب بالزواج من فتاة عمرها عشر سنين أحد عشر عاما أو فتاة قاصر كيف يتم النظر إلى هذا الشخص حتى اجتماعيا هل هذا تفكير السويء يعتبر نعم في الأردن ناحية إيجابية أن صدرت تعليمات عن دائرة قاضي القضاء لدينا في الأردن صدرت في العام 2017 نصت على أنه حددت الحد الأدنى لفارق السن بين الخاطب والمخطوبة بأنه ما يجاوز خمسة عشر عاما نحن برأينا أنه يعني نحن كلجنة وطنية شؤون المرأة يعني كل توجهنا لإلغاء هذا الاستثناء وعلى سبيل التناوب وما احنا وما اعتمسكنا في رأينا بأنه يجب إلغاء أنه على الأقل رفعوا إلى ست عشر عاما لماذا؟ لأنه حق التعليم بموجب الدستور مصال للأطفال والتعليم الأساسي مدته ست عشر عاما لغاية الإنسان بيكون عمره ست عشر عاما لا يحق للطفل أنه يعمل دون ست عشر سنة بيوم فكيف نتيح له فرصة أنه يكون أهل الزواج ليس لديه الأهل القانونية بأن يستأجر منزل بأن يشتري أثاث بيته من أن يجري أي معاملة قانونية لأن السن القانوني لموارسة الحقوق هي 18 سنة لا كناخب ولا كمشتري ولا كبائع ولا كمستأجر ولا مشتري لأرض ولا بائع فكل هذه الحقوق من 18 عاما طيب سيدة أمان زي ما تفضلت موضوع النتج العاطفي والاجتماعي والاقتصادي يعني من خلال حدثك بات واضحا أن التوعية عامل مهم جدا للحد من هذه الظاهرة كيف يمكن للمجتمع أن ينشر هذا الوعي في المناطق الفقيرة في المناطق الريفية أيضا التي يكثر فيها زواج القصر ما هي الأليات نعم المسؤولية تقع في نفس الوقت على الدولة على الحكومة بمؤسساتها وعلى أيضا منظمات المجتمع المدني بشكل عام هلأ الدولة عليها تعتني بالتعليم لما الطالب لا يتاح له فرصة في أنه يعني ما يتسرب من المدارس الطالبة التي تتسرب من المدرسة عندما لا يكون هناك لديها فرصة فرصة مناسبة بأنها تكون طالبة ومستمرة في التعليم المدرسة موجودة المناهج جيدة المعلم الجيد فكل هذه الأمور لما يكون الطالب يتم تعزيز أن الطالب هو محور العملية التربوية يتم التركيز على كل احتياجاته ويتم مراعاتها بحيث أنه زائد أن الدولة يجب أن تهتم في أن لا يتتابع موضوع تسرب المدرسي فمثلا لدينا في الأردن أصبح يعني مثلا الإدارات المحلية يقع لها في كافة المناطق في الدولة يقع لها عاتق كبير في أنها تراعي وتتابع موضوع تسرب الطلبة من المدارس وتسرب الطالبات ويقع على حاتق الدولة أيضا أن تعتني وأن تحدد مسؤولية ولي الأمر في موضوع تسرب الطفل من المدرسة أختي أنا أرى أنه الاهتمام بالتعليم على دول العالم كافة أن تعتني في موضوع التعليم ولي أهميته ولي ضرورته بحيث أنه يعزز الوعي لدى الطفل بالإضافة لأنه مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير أن ترفع الوعي لهذه المناطق نعم سيدة أمان نحن الآن في الحمد 16 يوم لما بنجابها نعم تفضلي تفضلي سريع يجب أن يتم العمل على مجابهة ثقافة الإنكار لما أحيانا يقولوا أنه لا يوجد يعني عندما تتوجه في رسالتك إلى بعض المعنيين في كثير من الأحيان نجابه بأنه إنكار لهذه الظاهرة الظاهرة غير موجودة الأمور بسلام وكل أمور جيدة نعم لابد طبيعة الحال سيدة أمان هذا موضوع يجب أنه أعترف بالمشكلة أن لا أضع رأسي نعم هذا موضوع يطول يحتاج العديد من الساعات لنقاش إنه نحل السبب لنقاش أسبابه وظواهره وعليات أعتذر منك سيدة أمان يعني نعم أوجزها أوجزها بس كلمة صغيرة إنه بس كلمة صغيرة إنه أقول علينا الاهتمام دائما بالأسباب أن نعالج الأسباب ولا نعم شكرا جزيلا لك مكلف أكثر سيدة أمان حددين المستشارة القانونية لللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية